اشتركوا في القناة 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 من الطيف الكهرومغناطيسي من هو الطيف الكهرومغناطيسي هو ترتيب تصاعدي للموجات الكهرومغناطيسية حسب طولها الموجي تنازل حسب التردد اللي هي أشعة جامة أشعة إكس الأشعة فوق البنفسجية الضوء اللي هو درسنا النهاردة الأشعة تحت الحمراء موجات الميكرويف موجات الراديو موجات التلفزيون اللي بسموها الموجات الدقيقة الضوء هو صورة من صور الطاقة الضوء جزء ضئيل من الموجات الكهرومغناطيسية من هي خصائص الموجات الكهرومغناطيسية خصائص الموجات الكهرومغناطيسية اللي هتسير في الفضاء بسرعة سبتة اللي هي 3 في 10 8 متر كل ثانية بتختلف خواصات طبيعية لاختلاف طولها الموجي بعضها مرئي والاخر غير مرئي تختلف في القدرة على النفاذ والقدرة على التأيين اللي أقلها تلمجي تبقى أعليها تردد يبقى أكبرها طاقة أكبرها قدرة على التأيين وعلى النفاذ أيضاً الضوء ده بيختلف عن الصوت في إيه؟ إن الضوء ينتشر في الأوساط المادية والفراغ لكن الصوت كان لابد من وجود وسط مادي ينتشر فيه أيضاً أيضاً حيروح جايلي حاجة مهمة إن الضوء ده كسائر الموجات الكهرومغناطسية لا يحمل شحنة طالما لا يحمل شحنة يبقى لا يتأثر بالمجال الكهربي أو المجال المغناطسي يجي لي سؤالي يقول لي علم ليه الأمواج الكهرومغناطسية كل الأمواج الكهرومغناطسية كل الأمواج الكهرومغناطسية هي موجات مستعرضة فقط تقول لي أيوة الموجات الميكانيكية زي الصوت كانت معين موجات طريقة موجات مستعرضة أيضاً الضوء يختلف عن الصوت بإنه موجات مستعرضة فقط طب علم ليه الضوء لأشعة إكس لأشعة جامع ليه جميع الموجات الكهرومغناطسية مع واحد موجات مستعرضة فقط أيوة لأنها تتكون من مجالين أحدهم كهربي والآخر مغناطيس مهتزين بتردد معين ميو متعمدين على بعض وأيضا متعمدان على اتجاه انشار الموجة من ناحية تانية عشان كده بالتالي هي نوع واحد فقط موجات مستعرضة وأيضا الدوق لا يحتاج وسط مادة ينتشر فيه نفس الإجابة لأن الدوق بيتكون من مجالين بيتكون من مجالات واحد كهربي والتاني مغناطيس مهتزين بتردد معين متعمدان على بعضهم البعض وكل منهما عمودي على اتجاه انشار الموجة من ناحية أخرى طب من با هي خصائص الدوق خصائصه كايه الموجة واحد انتشار الدوق الدوق بينتشر ازاي الدوق ينتشر في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمة ما لن يصادفه عائق ما لن يصادفه حاجز الدليل على ذلك حاجة مهمة جدا ايه الدليل على ان الدوق بيمشي في خطوط مستقيمة تكون الصور تكون الزلال اشباه الزلال ظاهرة الكسوف وظاهرة الخسوف دولة دليل على ان الدوق بيمشي في خطوط مستقيمة تقول لي طيب يا مستر انت عايزنا استفيد ايه عايزك تستفيد حاجة حلوة قال ان اي اجسام بتمشي في خطوط مستقيمة يبقى لها طبيعة مادية يبقى لها طبيعة مادية اذا ان هنا الدوق حيبالوه طبيعة جسيمية يبقى انت ساو حنقوله الدوق ينتشر في خطوط مستقيمة متوازية في جميع الاتجاهات ما لن يصادفه عائق يغير من طبيعته والدليل على ذلك تكون الصور تكون الزلال اشباه الزلال ظاهرتين الكسوف والخسوف ده دليل عن ان الدوق بيمشي في خطوط مستقيمة وخلي بالك حط في اعتبارك طالما الدوق ميشي في خطوط مستقيمة يبقى له طبيعة جسيمية يعني له طبيعة مادية تمام لكن الدوق ده اذا صادفه سطح ايه بقى اللي يحصل اما اذا صادفه عائق فانه قد يعاني انعكاسا او يعاني انكسارا او يعاني حيود او يعاني تداخل الانعكاس الانكسار الانحيود التداخل قل لي يعتمد على مين او عتمسه يعتمد على طبيعة هزا العائق الله يا ولاد كلام حلو وساهل قعد كده قدامي وانتهادي واسمع بيمشي في خطوط مستقيمة متوازية في جميع الاتجاهات ده معناته ايه؟ معناته ان الله طبيعة جسيمية تمام؟ طب ايه اللي عرفك اللي بيمشي في خطوط مستقيمة متوازية زاهرتين الكسوف والخسوف وايضا تكون الصور اشباه الزلال وتكون الزلال نفسها طب اذا صادفه سطحا معكسا استنى هيتصرف ازاي؟ هيتصرف بطريقة تعتمد على طبيعة هذا السطح كلنا كل طلبة مصر تقول في دماغها حاجة مهمة لو سقط الدوق لو سقطت الموجات الكهرمغماتسية على عائق او اذا صادفها عائق فيجب احداث مقرنة ما بين الاطوال الموجية للموجات الكهرمغماتسية الساقطة على هذا العائق او اللي يعترض طريقة هذا العائق والمسافات بين زرات هذا السطح يبا يلزم احداث مقرنة ما بين الاطوال الموجية للموجات الساقطة والمسافات بين زرات او جزات هذا السطح يا سلام لو كتب اطوال الموجية اكبر بكثير من المسافات بين الزرات او بين الجزيئات فان هذه الموجة تتعامل مع السطح كسطح متصل ويحدث قولي انعكاس يا سلام زي يسكت الضوء على مراية على سطح عاكس ايه اللي حصل هتلاقي جزء منها بينعكس طب استنى بقى طب فيه جزء مواش هنعكس اوه اذا كتل اطوال الموجية تقارب المسافات بين الزرات يعني باختصار اذا صادفه سطحا عاكسا او اذا صادفه عائق بصفة عامة ايوه قد ينعكس وقد ينكسر وقد يحيد وقد يتداخل وذلك يعتمد على طبيعة هذا العائق مقارنة بالاطوال الموجية الساقطة عليه فاول خاصية الانعكاس انعكاس الضوء هتقول عند سقوط الضوء على سطح عاكس زي ميه زي مرأة مستوية فان جزء منه ينعكس شايف شوع صوتي ساقط ضوء ساقط وشوع بوء منعكس فان جزء منه ينعكس ويخضح في ذلك الى قانوني الانعكاس ويزاوت السقوط بسا زاوت انعكاس الشعب ضوء الساقط والشعب ضوء منعكس والعمود المقام تقع جميعا في مستوى واحد عمود على سطح العاكس وايضا وجزء منه ينكسر وجزء منه ينكسر وايضا وسالس يمتص يبا لو سقطت الموجات الضوئية على سطح عاكس جزء بينعكس وجزء بينكسر وجزء سالس يمتص افهم من كده ان كمية الاشاعة الضوئية المنعكسة اقل من كمية الاشاعة الضوئية السقطة عشان كده لا يوجد سطح عاكس كفقته 100% ممكن روح سألني سؤال يقول لي علل لا يوجد سطح عاكس كفقته 100% ليه لا يوجد سطح عاكس كفقته 100% تقول لي علشان كمية لو سقط ضوء على سطح عاكس جزء منه بينعكس وجزء بينكسر وجزء سالس يمتص وبالتالي كمية الاشاعة الضوئية المنعكسة اقل من كمية الاشاعة الضوئية السقطة أيضا السطح العاكس المرأة المستوية اللي في البيت بتتعرض لما يفكتها بريقها ولمعانها مع مروي الزمن فتقل قدرتها على عكس الضوء يبنى علل لا يوجد سطح عاكس كفأت مية المية علشان لو سقط ضوء على سطح عاكس جزء منه بينعكس وجزء منه بينكسر وجزء ثالث يمتص أي أن كمية الأشعة الضوئية المنعكسة أقل من كمية الأشعة الضوئية الساقطة علاو على إن السطح العاكس بيتعرض لما يفكده بريقه ولمعانه مع مروي الزمن فتقل قدرته على عكس الضوء هناخد سوا أنا وإنت انكسر الضوء الانكسر هو انحراف الشوع الضوئي عن مساره الأصلي عند انتقاله بين وسطين نتيجة اختلاف سرعتين الضوء بين الوسطين خلي بالك بيتنقل منين من وسط لوسط قلنا صح جزء بينعكس وصح جزء بينكسر تمام وبالتاني بقى هنعرف تعريف معامل الانكسار نسبة بين وسطين هو النسبة بين جيب زوت السقوط في الوسط الأول إلى جيب زوت الانكسار في الوسط الثاني أو النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط من الثاني وهي نسبة سبتة لهذين من الوسطين ويطلق عليها اسم مهم جدا اسم معامل الانتصار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني يعني إن وان تو من الأول للتاني بيسوي صين فاي على صين سيتا أو بيسوي وان على في تو وده ممكن يقولك علم له معامل الانتصار النسبي لا يميز أقولي الأمن أنه نسبة بين كميتين متماسلتين أيضا خلي بالك معامل الانتصار النسبي قد يكون أقدر أقل من الواحد أيوة لأن بما أن الان تو في وان على في تو قد تكون سرعة الدق في الوسط الأول أكبر من السرعة في الوسط الثاني فيكون معامل الانتصار النسبي أكبر من الواحد الصحيح أو تكون سرعة الدق في الأول أقل من سرعة الدق في الوسط الثاني فيكون معامل الانتصار النسبي أقل من الواحد إذن هو لا يميز وقد يكون أكبر أو أقل من الواحد لكن مستحيل معامل لانكسار النهز بين وسطين نساء وواحد وبكده أعزائي نكونوا انتهينا من هذا الجزء الهان من الضوء حركة موجية